علي فمش قادر يبقى لما بيلعب الهجمة بيلعب الأنطور واحد فصة اثنين من تحت ما بيلعبش بقى في مساحة زي ما كان فوافي بيخدها من قدام ويلعب الأنطور فالحيطة دي تقفلت فخلاص الأهلي هجوميا بقى قوي لأنه ما بقاش يرجع 70-80 متر غاية ملمو لا بيبتدي من نص اللي تملعب على طول زي ده وانت شايف كده دايما الهجمة بيبتدي من الأهلي من نص الملعب ما بقاش يرجع لنص ملعب وبعد يرجع تاني دي بتاخد من مجهوده فيما انت بتلعب 30-40 متر كل ما بتوفر مجهودك والسرعة بتبقى أكتر تغييرات كبتل حسام لأنه استغل حالة الدفاعية الموجودة للمقصة مفيش هجوم وبالتالي شال حسام عشور وحط واحد تالت في مصر الملعب ولعب دي عبدالله بس والسلية وكل الناس بتهاجم بلاس هاني وبلس عالي معلوم كل دي أدوات خلت الأهلي الأكثر انتشارا سرعة النهار ده بص كمية متهالي ده أكتر شرط تتلعب فيه عرضيات إن كان في الناد الأهلي أو في أي نادي في مصر شرط الأول شرط التالي تحديدا حوالي لا يقلع عن 15 عرضية إن كان من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال لما تشوف وسط الزال عرضياتها سيف محدش بيوصل بالهجم الوحده بتلاقي واحد هاني بيلعب الكرة وبيتحرك وتتلعب له من عبدالله الصعيد أو من وليد سمان من ناحية التالي نفس الكلام العرضيات كتيرة جدا لازم هيحصل أخطاء دفاعية وده اللي حصل في جون الأول توني واقف فجأة عايزة عب على الأوف سايد ومودي مكمل بقى الرجل أجياله وحده كمية الفرص وكمية الضغط بتولد أخطاء بشكل كبير وده اللي لعب عليه الأهلي وكان بصراحة شوت عالمي بالنسبة لناد الأهلي في نادي الهجم في السرعات يا أكبتن سرعة 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 ضغط ضغط وبعين من عبدالله الصعيد رتم عالي لكن هتلاقي فيه دوء إرمين وليد وهاني عامين شغل جدير جدا هتلاقي معلوله أجايئة أو معلوله وإسلام محارب ناحية شمال أجاييف نصف ١٨ كراس حربة نهذا دعي بحوالي أربع خمس كورة باب جون وعمل جون ومضيعة ثلاثة وهو كان راس حربة تاني اشتغل أكثر من أزاره بكتير فتغيرت كلها كانت موفقة بالنسبة لناد الأهلي إذن الحياة الكلام